خلينا نتكلم على حصاد الاسبوع النهاردة ونبدأ بفريق كرة السلة اللي بدأ البطولة العربية بفوز مهم فوز مهم بنسميه فوز معنوي على حضراموت اليمني فريق شعب حضراموت اليمني اللي كسبوا البطولة العربية اللي بيصطفى نيد الاتحاد وكسبوا وكسب الاهلي بـ 124-69 شيء مهم جدا من البدايات في البطولات البداية اللي بتدينا ترجط مهم جدا ان نوصل للآخر الاهلي بيلعب في المجموعة الثالثة اللي بتضم مع وداد بوفريق الجزائري ونادي الفتحة السعودي كل الأمنياتنا وكل التوفيق وكل دعواتنا لفريق كرة السلة اللي غير السنادي جلده وغير السنادي ومعانا مدير فني أجوستي مدير فني محترم مدير فني أسباني قادر إن شاء الله ان هو يقود الفرقة الفرقة كانت آخر مقابلة لها كانت مع نادي الجزيرة على منطقة القاهرة بطولة منطقة القاهرة والاهلي فاز على نادي الجزيرة بنتيجة كبيرة جدا فاز 76-75 الموراء قيمت على استاد القاهرة وكانت موراء مهمة جدا قبل على طول الدخول إلى البطولة العربية البطولة العربية المقيمة في الاتحاد السكندري في نادي الاتحاد السكندري الأهلي تفوق في الفترة الأولى بنتيجة 16-15 وأنهى الفترة التانية متقدم برضو بنتيجة 30-28 قبل ما يحصل التفوق الكبير وينهي الفترة التالتة بنتيجة 57-39 لعبين فعلا تأبوا وعملوا مباراة جيدة جدا سمعوا تعاليمات جوستي ووصلوا بنتيجة المباراة إلى 76-55 ليحصل أول لقب ليه في هذا الموسم نتمنى حصد جميع الألقاب لفريق كرة السلة اللي كل جماهير الأهلي بتدعمه وكل جماهير الأهلي بسأل تشوف فريق السلة على منصات التطويج رقم واحد بإذن الله هنسيب كرة السلة وهنخرج له لعبين المحترفين في كرة اليد اللي مشرفين مصر في كل الأماكن المتواجدة فيها وفوز مهم جدا لفريق فزبرم على نادي بارشلونة فزبرم بيضم بين صفوفه يحيى خالد المحترف فيه ويبارشلونة بيضم علي زين المباراة خلصت في آخر توقيت 29-28 المباراة كانت فيه دور دوري المجموعات في بطولة أوروبا ويشارك فيها يحيى خالد وتقلق وجاب تلت أهداف وكمان علي زين تقلق في الدفاع والرجل بصراحة الأسباني عجبني أول مدير فاني بارشلونة لأن حط علي زين قدام يحيى خالد في الدفاع ليه علشان حافظين بعض يعني أكيد تواجد اتنين لاعبين مصرين في بوراة كبيرة تشرف لكل مصر هنكمل مع كرة اليد ودرمو بخاريس اللي بيلعب لي محمد ممدوح حاشم وستطاع أنه هو يفوز على نادي بنفيكة بنتيجة 27-26 هنروح لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي وانتبع أخباره وبيفوز على نادي المعادي 33-21 في منافسات بطولة الدوري اللي احنا بدأناها ده أعتقد ده رابع ماتش ليه وان شاء الله بإذن الله كل قمناتنا طيبة ليه فريق الأهلي أنه هو يكون متواجد على منص التويج ويفوز بطولة الدوري لكل جماهير الأهلي تتمناها كان الأهلي خاد مباراة ودية مع نادي الوحدة السعودي اللي انتهت بفوز برضو النادي الأهلي بنتيجة كبيرة 32-25 اليد سيدات في النادي الأهلي بتفوز على نادي الظهور بنتيجة 35-12 النادي الأهلي ما شاء الله في كرة اليد سيدات متفوق في فرق كبير بين لعبة النادي الأهلي واللاعبين في الأندية الأخرى نتمنى الاستمرارية نتمنى الحفاظ على هذا الأداء في كان المورادي في بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد نسيب كرة اليد ونروح للألعاب الفردية الجميلة اللي مشرفوهنا لرفع يعني اسم النادي أهلي في العالي فوز نجمينا الكبير المتقلق محمد شمان على ابن النادي الأهلي برضو محمد البالي في البران نهاية لبطولة الجمهورية للتنس طولة فردي رجال البراء قيمت فيه صالة قناة السويس باسماعيلية النهاردة هم ضيفنا اللي اتنين مع بعض اللي لعبه قدام بعض البران النهائية تخيل وانت بتستمتع ان لعيبة النادي الأهلي هي اللي بتلعب في السيمي فاينال وتلعب في الفاينال قدام بعض وفي الآخر هم صحاب وحبيب خلي بالك فيه نقطة مهمة الألعاب الفردية كل واحد بيبص نفسه لكن ولاد النادي الأهلي لما بيلعبوا مع بعض فعلا على التربيزة أو على المنافسة كل واحد عايز يكسب لكن شوف شكلهم بعد المباراة شوف شكلهم بعد المباراة مع بعض واحد بيقول التاني مبروك والتاني بيقوله هارد لك وبيتمرون مع بعض تاني يوم والنهاردة هم لسه مخلاصين البطولة دي أول مبارح والنهاردة هم الاتنين متواجدين معنا كابتن بالي وكابتن شمان في آخر فقرة في البردامج النهاردة نكمل مع تاني ستطولة ونجمتنا الكبيرة هانا جودة هانا جودة بتفوز ببطولة 17 سنة فردي اللي هي برضو مقامة فين؟ في هيئة قناة السويس هانا جودة ما شاء الله عليها مع كل زميلاتها آخر مباراة فازت على فريدة محمد عبد الناصر في المباراة النهائية بنتيجة 3 صفر نتمنى التوفيق لكل لجمنا في التاني ستطولة اللي فعلا ما شاء الله نتائج ولا أحلى ولا أروع من كده فرير كاراتيه في النادي الأهلي كاراتيه قصة كبيرة حكاية كبيرة حكاية في التاريخ هيكتبها ويفضل يكتبها مع أبطالنا في الكاتة أو في الكوميتي أبطالنا العالميين اللي مشرفيننا وفي آخر مدليا الدكتورة جيانة فاروق البرونزية الكبيرة في بطولة الجمهورية كاتة اللي أقيمت فعلياتها في جامعة المنصورة صالد استاد جامعة المنصورة محافظة الأهلية فاز النادي الأهلي تحت 18 سنة ناشئين بالمركز الأول ونسل الفريق هناك كابتن أيمان محمد طارق وعمر مهند ومروان أحمد المركز الأول اللي فازوا به أيضا تحت 17 سنة ناشئات فوزنا ولاد 18 وبنات 17 وكان متقلق في كل الفريق نوها عمر ومريم وفرح طارق حصد بصد الكاراتيه هتوعد تحصد 18 و17 مش بقرر والله ما بقرر لكن هما كده ولدنا والمنظومة بتاعت الكاراتيه كان معنا دكتور مرضى عاصم من حلقتين فاتو منظومة الكاراتيه في النادي الأهلي مستمرة على الأداء وهو ده اللي نفسنا فيه لكل ألعاب النادي تستمر على المراكز الأولى فقط تفضل كده فيه استمرارية في الأداء كمان فريق الكاراتيه كسب 15 سنة ناشئات المركز الأول حبيبة تامر وملك نادر وليلة طارق ما شاء الله يعني الموضوع جميل جدا المنتخب الكاراتيه استدعى من عندنا محمد رمضان ياسمين الهواري وحبيبة ماجد التلاتة أبطال هيمثلوا النادي الأهلي في الدوري أو هيمثلوا مصر فيه الدوري العلامي للكاراتيه من الفترة من 28 ستمبر خلاص لأربعة أكتوبر فيه روسيا بإذن الله ده كل أمناتنا الطيبة ليهم وليه بيشارك في بطولة 17 لعب من بينهم التلاتة بتوع النادي الأهلي كمان تمام كده هنروح لسكواش والتصنيف في اللاعبين المحترفين البيس بي ايه الرابط المحترفين في الاكتوبر بتطلع ترتيب أو تصنيف البطر نجمنا الكبير علي فرج لعب وادي دجلة بيحافظ على صدارة التصنيف العلامي للشهر التاني على التوالي و22 فيما سرته يعني ايه 22 محافظ عليه 22 شهر مش متصل لكن هو بيطلع على صدارة الترتيب في المركز الأول لمدة 22 شهر ده بالنسبة لنا تالت لعب في مصر بيهيمن على الصدارة وده شيء مهم جدا ان لعبتنا مهيمنين على السكواش اللي علي فرج تخطى خلاص وسطورة السكواش رامي عشور ده نجمنا الكبير اللي قاعد بحافظ على الترتيب العالمي وكمان بيسبقه عمر شبانة اللي قاعد 33 شهر ومحمد الشرباجي برصيد 50 شهر متخيلين يعني ايه لعب يظل على صدارة الترتيب العالمي 50 شهر ما شاء الله 50 شهر دول بيتكلموا فيه 4 سنين 5 سنين مش متصلين لكن تتويج ونقعد على 50 شهر ده شيء مهم جدا وفي المركز التاني جيه طارق مهم اللاعب الجزيرة والمركز الرابع جيه اللاعب النيوزلندي كمان عفوا طارق مهم جيه في المركز الرابع والنيوزلندي بول كول جيه في المركز التالت نجمينا مصطفى عسل في المركز السادس وكمان كريم عبدالجيه بيخش المركز العاشر تبقى للتصنيف العالمي نروح لي كمان داخل هذا التصنيف نجمتنا الكبير الكبيرة نورة الشربيني تعظيم سلام 12 شهر 12 شهر نور الشربيني ما شاء الله عليها بتعتلي قمة التصنيف العالمي من نوفمبر اللي فات 12 شهر رقم واحد في العالم نتمناها طول وقت ما هي بتلعب وكل أبطالنا يكونوا متواجدين على على يكونوا متواجدين على التصنيف العالمي من نجمتنا الكبيرة نورهان جوهر اللي عبت برضو ودي دجلة في المركز التاني في التصنيف نور الطيب بتترجع لأول مرة لمركزين وتستقر في المركز الخامس بكده خلست أخبارنا لكن مخلصتش حلقتنا هنكمل مع قصة نجوم النادي الأهلي في تاريخ النادي الأهلي وعلى مدار التاريخ المئة وعشرين سنة لسه هنكمل تاريخ كبير لازم لازم نطلع نشوف نجومنا نقرب منهم النجوم اللي ماخدوش حقهم في الميديا أو في الإعلام احنا لازم نتابعهم كلهم معانا النهاردة قصة بطل كابتن مصطفى بوسي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصري في كرة اليد هنخرج بعدها الفاصل ونستقبل ضيوفنا بعد كده